قلوات المجد للأطفال أمال لطفلك وراحة لبالك الصدقة لها فوائد ولها أشياء كثيرة والحين أنت مثلاً لحنا نجي على الطول بدل من نعرفكم في الصدقة ولا شيء الكل يعرفها الحين أنت مثلاً على سبيل المثال واحد جاء اتصل على برنامج من برامج المجد أوكي؟ تمام اتصلت على برنامج لا 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 من أنجح برامج من أنجح برامج نعم 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 صح لم يتبع حين أنت تصلت على برنامج من برامج المجد وكذاً على سبيل المثال عطونا أي برنامج هي و هو هي و هو حسناً؟ ثم يجب أن تكون هو طبعاً حسناً حسناً المهم انت تصلت حسناً؟ حسناً أكلموا كل شيء ونتفست حسناً ثم أنت دخلت للسحب ثم تدخل للسحب لو يتدخلون على سبيل المثال إذا كان مثل جائزة كم؟ 100 ريال مثلاً أو 500 ريال مثلاً أنت على سبيل المثال ربحت 100 ريال أنت تحمد الله وتشكره ومن الحمد والشكر أنك تأخذ جزء منها وتضعه للصدق هذا تبين أنها نماء لها أي مثلاً أنا الآن أخذت 100 ريال من ناحية تصال ما تفعله؟ تأخذ 10 ريال أو 5 ريال أو أكثر أو أقل على الأقل أفضل من لا شيء فأنت تصدق بهذه والصدقة لها فضاء العظيمة الآن نأتي للشباب ونرى ما معهم خيا أول شيء كما قلت أن الصدقة تطفئ غضب الرحمن وهذا ترى شيء عظيم أنك أذنبت وذنبك يعني هذا مرة قوي فما راح تطلب ربك ربك يعني غضبان عليك فأنت هو شيء لازم تبدأه بهداوة تتصدق مو لازم أنك تصدق للفقير تقدر تصدق للأرملة للأيتام مو لازم أن يكون فقير فالصدقة منفتح مجالها فلذلك أنت عشان تطلب الشفاعة من ربك لازم تطفئ غضبه فيجمع أمر الصدقة أبداً مو بسهل فتصدقوا حتى ولو ربكم راضي عليكم والشيء الثاني الصدقة ليس لازم تكون بالأموال في أشياء كثيرة صدقة مثلا ابتسامتك بوجه أخيك صدقة صحيح في أشياء كثيرة غير الفلوس صدقة صادق جميل شكرا لي حتى تكون صدقة بالممتلكات مثلا أو لدي صدقة الجارية مثلا عند بعض مثلا حط ثلاجة موية صدقة جارية يعني سبيل للمسلمين فأيضا حتى صدقات لها نوع صدقة جارية وغيرها من الصدقات ومعروف أن صدقة تحمل خطيئة نعم صح وأيضا هي للمريض تكون عونا في شفاء المريض ماذا؟ والصدقات نوعين الصدقة للصدقات بالمال للفلوس والصدقات المعنوية أعطونا طيب أمثلة الصدقات بالمال نعرف الصدقة المعنوية ابتسامة قلتها أممكن أيضا مساعدة غير من المعنوية أذهب أساعد فلان أذهب أتطوع من ضمن التطوع تطوع في مساعدة آخرين وبالمال مثلا حفر بير أو صدقة على فقير أو يتيم أرملة أرملة أعطونا أعطونا هناك حديث من فضائل الصدقة أول شيء أن تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى وأنه سبب في الشفاء من الأمراض وحديث أنه في الجنة باب يقال له باب الصدقة يدعى إليه المتصدق فيدخل منه ويدخل منه كذلك كل من كان من أهل الصدقات في الدنيا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصدق دعية من باب الصدقة هذا يدل أرسل الحديث على الصدقة أنها جدا عظيمة وهذا يدل أن الإسلام يحسع صدقة بشكل جدا كبير وحتى فيها حديث ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصدقة فإن فيها ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فتزيد في الرزق وتزيد في المال وتعمر الديار وأما التي في الآخرة فتستر العورة وتصير ظلا فوق الرأس وستر العورة من النار يعني هي في الدنيا تزيد من الرزق وتزيد من المال صح أنت الآن تصدقت على سبيل المثال بعشر ريال ربك ربك إن شاء الله سيعوضها زيادة صفر مئة ريال مئة ريال بإذن الله ألف ريال بالمناسب حتى إذا لم تكن مسلم فحتى الكفار الصدقة اللي في الدنيا طبعاً ما تروح لي في الآخرة تكون له في الدنيا يعني هناك مواركة فرزقة وحتى إذا عمل حلال حتى إذا كافر لكن إذا كان مسلم أيضاً في الآخرة يعني في الدنيا وفي الآخرة إلاقي جزائها وفي أيضاً من أفضل أنواع الصدقة واللي حنا نواجهها أغلبياً في المساجد ألا وهي أنك طلع من جيبك وأنت ما تشوف جيت خمسمية جيت مية جيت خمسين بالضبط فهذه بإذن الله أنا أتضاعف الأجر ويزيد رزقك بحيث أنك قد ما تدري خمسمية راحت مية راحت خمسين أهم شيء أنك طلع بدون ما تشوف فهذه من أفضل من أفضل أنواع الصدقة وعندما تصدق تقول أبوي تصدقت بعشر ريال صحيح كيف؟ صحيح 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 اليوم نحن نتصدق بعشر ريال شوفوا هذا يتخرب عليك للأجر لكن بعضهم من باب النصف وأيضاً نذهب إلى هذا المكان لكن يذهب إلى أن يتفاخر اليوم يذل يتفضل أنا أقول شكراً لا هذا خطأ أنا كما قال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى فلما تمن وتأذي اللي صدقت عليه بالعكس هذا أصلاً مردود عليك الصدقة وفيها آية في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات حتى أنت لما تصدق ستخسر فلوس ستزيد فلوسك وبنفس الوقت أجر يعني صفرين في حجر وحتى لما تصدق مثلاً لا تقول الآن أنا تصدقت بعشر ريال كما قلنا في البداية تنتظر لا تقول متى متى تذهب تفتح لا تنبت لا تنبت طبعاً هي لا تأتي فجأة هي تأتي رزق مثلاً تأتي وظيفة مثلاً تأتي مسابقة تأتي عيدية مضاعفة بالضبط فأنت ما تدري أنه هذا بسبب أنك تصدقت أنك تصدقت أنه لا يعني ما ندخل أنت ما رح تأتي كده عشرين ريال تقول هذه عشان تصدقت لا هي رح تأتي رزق وقل وقل هي على كل حال بالنية إذا أنت نيتك تفاخر بالصدقة فهذا عند ربك إنما العمال بالنيت وإذا أنت نيتك أنك لا والله تنصح الناس ترى أنت صدقت وعشرة تجعل فيها أيش للأطفال المنافسة من يتصدق أكثر وتكتب لهم عند الله أجر وهذا يعني الصغار اللي الله ينحمهم إذا توفوا طيور في الجنة فهذا أنت تخيل أن طفل يذهب عند رب العباد بدون خطيئة وعنده أجر أنه بالعكس يكون عنده حسنات وأنه أطفى غضب الله إذا سوى أي شيء معنا هذا خطأ وحتى إذا أنت مثلاً علمت مثلاً الواحد إذا هو كبير وعلم أولاده أو أحد علم خوية أو صاحبة أو شيء أنه لا يتصدق وعلم أخي تصدق وكذلك مثلاً هذا الولد علم أخوه أخوه جاء يتصدق أخوه هذا يعلم ابنه مثلاً لما يكبر وهذا يعلم هذا وهذا وهذا صدقة جاءة ويعلم أخيه وأخيه هذا التكاثب كيف تصدق عادي الصدقة إن شاء الله لو بحللة والله يضاعف لما يشاء أصلاً هناك صدقات لا يجب أن تكون فلوس تطوع مثلاً إماطة الأذى عن الطريق صدقة أبتسامتك في وجه أخيك صدقة هناك أشياء كثيرة صدقات لا يجب أن تدفع أصلاً أنت إذا كانت نيتك من جوا أنك تريد أن تتبرع بكلمة عندك وتتصدق سيكتب لك الأجر لكن أهم شيء النية صدق حتى وقف البر نعم وأيضاً الآن يعتبر زمننا الحالي تصدق مرة شيء سهل أولاً إذا تصدق مثلاً عن الفقراء والمساكين حتى تذهب إلى 10 سنوات حتى تتكلم قبل 10 سنوات تترجع من خيرية الآن تقعد في بيتك تفتح التطبيق حتى لا يحتاج إلى بطاقة أو البيت وخلص كل شيء أو حتى مثلاً في الصباح حتى إذا أنت إذا ما كنت تضامن أنه كيف تذهب إلى المين فيها فيها حقات حق الوزارة نفسها هم اللي حطوا هذه الأشياء أنك تبرع فيها أو حتى مثلاً على ساعة 10 11 12 تصير درجات الحرارة مرة عام تأخذ مثلاً كرتون موية كرتونين وتروح توزعها صحيح من أعظم الصدقات تسقي الماء نعم صحيح أي فأماكن الصدقة أو أماكن تصدق فيها جداً عديدة شيء ما تقل تحصيل حتى مثل ما قال محمد لا تدفع فلوس عادي إن شاء الله بالفعل يمكن الفعل إلا بكلامي يعني مثلاً أخوك المسلم مضايق تروح تقول له ما عليك ما في مشكلة ترى كله يعني يعني بكلام حتى كلام تواصي فيه أحد صدقة وحتى الصدقة مو لازم أن يكون شيئاً تحتاجه لأ عادي ملابس خلاص حطها في الحويات في ناس يأخذونه وتكتب عند الله أجر حاويات طبعاً حاويات حاويات ملابس حاويات ملابس حاويات ملابس حاويات ملابس حاويات ملابس فمو لازمة وصدقة تكون شيء أنت تحتاجها خلاص هذا تخليت عنا عشان رب العبادة أغفر لي لا عادي تقدر كذا وتقدر بشام أنت ما تحتاجها يقول داو مرضاكم بالصدقة بالصدقة صحيح علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع